السلام عليكم بنات ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير مرحبا بكم في القناة ام اش كويزين اند بلوغز اللي اول مرة تشوف الفيديو نقول لك ما تنسيش الاشتراك والاندي ما عمل العيلة تعنا وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد البنات كما كم تشوفوا اليوم جبتكم الشاربات تعبو فاريك طبيعية مية في المية ويجي جي منعيشة يعني صراحة رمضان بلا الشاربات مايفوتش حنايا الجزائريين نبوه الشاربات بزاف في الطابلة تعنا نبدو هنا في المقادير البنات اللي قدي نحتاجوهم عندي هنا استعملت انا احتاجت اللي من بعدي هوا لكن هنا غضي نبشر زوج تعليمونات نحتاج في الوصفة التاعية تقريبا واحد الربح حبات مت وسطين تعليم ولا زوج حبات يكونوا كبار اه هنا يزوج حبات اديت المبشور تاحهم هاداك وراح نحصرهم كما كتشوفون نحتاجو هنا هي كاس سكر ايت روما ولافاني وعطر الليمون وفي الاخير قاع راح نستعملوا واحد المغرف كبيرة تاع مازهر هنا لبنات نحصر الليمون التاعي الليم كم احنا نقولوا الليم نحصروا كامل هادوك الحبات هنا انا دخلت لي اه ربح حبات مت وسطين يعني تقريبا دوك تشوفوا الكمية اللي اعطاوها لي باش تعبروا بالكاس اه يعني كاس ماشي عامر يعني كاس الا ربع عصير تعليم اه هاد الشاربات راني سبق لي وشاركتها معاكم في الفيديوهات الوالة تاعي بغيت نعود نشاركها معاكم اه بصورة واضحة هقا كنت غادي نحضرها انا للطاويلة تاعنا قلت على هلا ما نشاركاش مع الابنات اه ويعودوا يشوفوا المقادر مليح هنا الابنات بعد ما عصرت الليمها ما ركوا تشوفوا في الكاس كيف الجاني يعني جاني كاس الا ربع تعليم درت معاه كاس تعسكر ونحتاجوا اه لتر من الماء وزوج يعني مبشور ليمون تاع زوج حبات ونحتاج هنا فانيليا وعطر الليمون لي ما عندهاش عطر الليمون تقدر تستغنع لي هذي حاجة يعني اضافة وبنسبة الليفاني اللي عندها يعني الليفاني انبودغ اه يعني من الافضل تستعمل الليفاني انبودغ انا ما كاش عندي استعملت نستعمل دايمن هاد الليفاني ليكيد اهنا البنات درت مبشور ليمون تاعي لزيزة ونزيدو عليه داك الكاس داع السكر ونزيدو عليه العاصر تاع الليمون تاعنا ونخلطو البنات مليح مليح هاداك السكر ومع الجوي باش يدوب يدوب النا ونزيدو عليه الماء هنا بعد ما دابلي كامل نبدو ونزيدو في الماء تدريجيا ونخلطو يعني طريقة سهلة وبسيطة ما فيهاش مقادير بزيف والنتيجة يعني يجي بزيف بزيف منعش هنا كما كنت شوفو درت واحد المغرف ماشي عمرة تاع عطر الليمون الشرب التاعي يعني درتها بيدون ماوض حافظة بيدون هاداك العسيد بلا يعني طبيعية 100% هنا درت لفاني تاني درت كما شفتو مغرف مع تاع لفاني ونبدو نزكملو هاداك الليترو تعمى نكملو قاع نحن نخلطو نحن نخلطو بهذه الطريقة نخلطو مليحة نتأكدو بلي هاداك السكر راح داب كامل هنا في الاخير قاع لبناز غادي نزيدو الحليب باش تجينا الشرب التاعنا تقيلة وتعطينا هاداك اللون كما شربت عبره هنا استعملت حوالي ربع مغرف كبار تاع حليب واللي يبغي يعني الحليب الواحد يتحكم فيه كما يبغي هو اللي يبغوها تقيلة بزاف يعني يديرو الحليب بزاف انا فضلت هنايا ندير غير ربع مغرف تاع حليب وكانوا كافين في الليتر تعمى هنا نخلط ونشوف اذا خاصني راح نزيد نكمل هوم كما قلت لكم ربع مغرف كبار دايما الحليب نخلوه والتالي كما نعرفو الحليب المعليم لو كانت ديرو الحليب في اللو والمعليم غادي يخسر لكم حليب يعني ما تنجح لكم الشرب التاعكم تبعوا طريقة بالتفصيل كما نداريتها لكم خلو الحليب دائما حتى نزيدو ديك الكمية تاع الما كاملة يعني الليترو تاع الما عاد نديرو الحليب على الشرب التاعنا قحف التالي يعني يكون هادك ال هادك الليم يكون يعني يكون هادك القصوحية تاعها تكون راحة كي نديرو لها الما بزاف هنا البناز كما قلت لكم غادي نزيد مغرف كبيرة تاع المازهار المازهار تاني اختياري اللي بغي يديرها يديرها لما يبغي يدير يستغنع عنه وتو ما تتحكمو تاني في الكمية هنا البناز راح نقضيها وندخلها للتلاجة تبرد مليح مليح لازم تقعد تبرد مليح يعني قد ما خليتوها غادي تجي مليحة هنا البناز راني خرجتها بعد ما بردت لي مليح ودايما نخلطوا هكا شوفوا الشاربات كي ولت لي وعطاتني ذاك اللون يعني تاع المحلات هنا البناز المرحلة الموالية راح نصفي ذاك الشاربات تاعي من هادو كل يعني المكونات اللي كانوا فيها ملوزيس دو سيترون ونخلطوها مليحة داك الخليط قبل ما نصفوه ونبدو نصفوه في شاربات تاعنا يعني جات ما شاء الله نتمنى ان شاء الله هتجربوها وتعطوني الاراق تاحكم في الكومنتر وهذه هي البناز الشاربات تاعي نتمنى ان شاء الله هتجبكم الوصفة كيما قلت لكم وتجربوها واللي اول مرة تشوف الفيديو التاعي او القناة التاعي نقول لك مرحبا بيك في قناتك ما تنسيش الاشتراك وتفعل الجرس باش يصلكم كل جديد ونشكر بزاف المشتركات التوعية الاقدام على لي كومنتر تاحهم والوفاء الدائم تاحهم نشكركم بزاف بزاف نقول لكم رمضان كريم ان شاء الله للجميع وتصوم ان شاء الله بالصحة والهنا نتلاقوا ان شاء الله في وصفة اخرى وفيديو جديد ان شاء الله الى اللقاء مرحب مرحب يا هلال اهلا اهلا كيف الحال قد غبت وإليك اشتقنا وانتهى بعدك صار قد غبت وإليك اشتقنا قد غبت وإليك اشتركوا في القناة